بالفضل سيادة اللواء أستأذن سيادتك في نبذة قصيرة عن معركة رأس العش هذا الرأس العش نقطة جنوب بور فؤاد على الجانب الشرقي القناة السويس بـ 14 كيلو وكانت لسه قوات سائلية بوصلتش للنقطة ليلة تسعة وعشرين ثلاثين يونيو يعني أقل من ثلاث أسابيع من بعد إيقاف النيران ونحن لسه في مرحلة بناء القوات المسلحة والروح المعنوية صدرت الأوامر الكتيبة تلاتة واربعين صاحقة بتأمين المدخل الجنوبي وتحركت سرية صاحقة حوالي بيت فرد وصاحقة تسليح خفيف ليلاً وهم متقدمين ليلاً في منطقة السبخية اكتشفوا تقدم قوة إسرائيلية دبابات ومركبات مضرعة ومدعمة بالهونات القوات تحولت للدفاع خادت أوضاع دفاعية لا يوجد تجهزات الدرسية على وش الأرض حبست النيران لحد ما القوات الإسرائيلية دخلت في المرمى المؤثر للأسلحة ثم اشتبكت معها المعركة استمرت ست ساعات النتيجة خسائر ضخمة لكن الأهم أنها لم تقررت أخر من الجانب السرائيلي لحد 73 أنتقل لالتحدي الآخر وهو كان تأمين اختحام قناة السويس بما تشمل من مسائل معقدة فنياً وتكتكياً الحلول الكلاسيكية أو النمطية لا تجد معها نفعاً فبالتالي كان هناك جهد عظيم من القادة في هذا الاتجاه موسيقى 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 موسيقى